فتنة نائمة أيقظها رعاة المشي وموالون يرتحلون بسيد الجلالية في ولاية تلمسان بعد أن حطوا رحالهم بمنطقة سهبية دون أي ترخيص نرىها عند مبين البلدية والموالا كي الموال اللي عطيتها الفوفير حاكم ثلاثة ألاف أكتر والأربعة ألاف أكتر وكي الموال اللي لا عندها هو نيدو قزري بنتها والقاضية هذه متحملها المسؤولين حملوها الرئيس البلدية فيها أولا خارج قرار بتاع الهدم وطلدهم وعاود ورجحهم وهو ورجحهم هو رجحهم بنفسها رئيس البلدية ما رجحهم حتى واحد هو اللي رجحهم وراه دائر الشعب خير من شعب أنمير مارش القرار مارش رابط القرار ومارش رابط القانون على الناس هنا الجامعة هذه رابط ما استحقر الناس ما استحقر الناس كيلي عطي حاد بلاد وقعم على باله وكيلي لا تعفل القزاق وما يخلش وكيلي ما استحقر الناس والسادة بهذه هي مبدأ الصلح والوسطى طريق السلطات المحلية لإنهاء الخلافات بين الموالين المنطقة خصوصية رعاوية حنا لما وصلنا لمشكلة تنقلة البلدية دات لجنة لمختصة في هذه الأمور وطرحنا حل ودي بين الطرفين لكن الحل ما قبلوش حنا نتمنى من هذه الأطراف تقبل هذا الحل ورحنا هنا نحل بيناتهم مشاكل البلدية رحاستعدة في أي وقت خلافات عروشية وسراعات تتجدد مع كل موسم حرث ورعية بالمناطق السهبية وما حادثة تنمسان العينة مما يجري في جزائرنا العميقة في ملف يعجز المسؤولون عن حله ترجمة نانسي قنقر